لكن يبقى علينا أن نعرف معنى الحالة الروحية معنى الروح هل المقصود به أن يكون الإنسان في حالة شعورية معينة أم المقصود به أمر آخر لا بد أن يقوم به حتى يصل إلى هذه المرتبة نريد أن نقف على معنى الجانب الروحي في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن المقصود بالاستعداد الروحي للدخول في شهر البركة و الرحمة و الصيام و القيام في شهر القرآن و شهر رمضان المبارك هو أمر يسير لا حاجة لنا إلى أن نصعب الأمر للناس إذ إن حديث كثيرا ممن يتناولون التهيئة لاستقبال شهر رمضان و الاستعداد الفقهي المعرفي و الاجتماعي و الروحي له قد يبدو من كلامهم أن أمر الصيام و الدخول في شهر رمضان و أداء مفترض الله عز وجل على العباد فيه هي من الأمور العسيرة الصعبة المنال التي لا ينال حظها إلا من هيأ نفسه تهيئة خاصة و أعدى العدة اللازمة و تجرد من كل الذنوب و المعاصي و تفقه في كل جزئية و كلية و أعدى نفسه مع كتاب الله عز وجل الإعداد الذي يحتاج إليه لصلواته من فرائض و نوافل و أصلح ما بينه و بين العباد و أصلح ما بينه و بين الله عز وجل و هذا كله خير لكن الأمر لا يصل إلى هذا الذي يظنه بعض الناس من الصعوبة و العسر فإن الله تبارك و تعالى قد جعل الأمر سهلا ميسرا مقدورا عليه فرمضان نفسه هو موسم الطاعة و الخير و مضاعفة الأجور و رفع الدرجات ما على العبد إلا أن يتعرض لهذه النفحات و أن يتعرض لهذه الرحمات و على هذا فجوابا عن سؤالكم حول معنى الاستعدال الروحي أو التهيئ الروحي المخصول بذلك الشوق إلى رمضان نعم و ترقب أن ينعم الله عز وجل على هذا العبد الضعيف بأن يبلغه رمضان مع التعرف على ما في رمضان من أفضال و لطائف و منن و من بركات و خير و من مضاعفة للأجور أو دعها الله عز وجل فيه فرمضان نفسه جعله الله تبارك و تعالى موسما للطاعة و الخير و الهدى و الرشد و مضاعفة الأجور ما على هذا العبد إلا أن يتعرض أن يعرض نفسه و أن يتعرض لرمضان و أن يتعرض لهذه النفحات نعم دعني أضرب مثالا لذلك لو أن سوقا فيها كل ما تشتهيه الأنفس من ضرورات هذه الحياة و حاجياتها و من طرائفها و ترفها و كل ما تتطلع إليه النفوس أعلنت أن لها موسمة تنزيلات نعم و أن هذه التنزيلات تشمل كل ما في هذه السوق فكل التجارة فيها داخلة في هذا العرض الخاص الذي لا يتكرر إلا مرة في السنة و الناس يعلمون أن هذه السوق فيها من كل البضائع من كل ما يحتاجون إليه و ما لا يحتاجون إليه و قد رأوا أن بعض هذه العروض يحصلون فيها في هذه السوق على بعض ما يحتاجون إليه دون مقابل نعم ما موقف العاقل هل سيعرض عن دخول هذه السوق أو أنه سيؤمل نفسه و يرجو من الله تبارك و تعالى أن يمد في عمره ليبلغه هذه السوق التي سيأخذ منها ما يحتاج إليه للعام كله بأحسن الأسعار و أفضل العروض الآن قد يبدو المثال غير واضح لأننا نتحدث عن موسم تنزيلات في الأسعار معنى التنزيلات أن هذا الريال الواحد الذي كان يشتري به في غير ذلك الموسم بضاعة أو سلعة تقابل فإنه سيتمكن من أن يشتري به في هذا الموسم أضعاف تلك البضاعة أو السلعة هذا الموسم يعني أن القوة الشرائية للريال ستتضاعف هذا هو المخصود رمضان نفسه أودع الله عز وجل فيه لأنه شهر الصيام و الصيام فريضا و لأنه شهر القرآن أنزل الله تبارك و تعالى فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان و هو شهر الدعاء و هو شهر الانتصارات و هو شهر صلة الرحم و هو شهر إصلاح القلوب و تزكية النفوس و هو شهر القيام و شهر الصيام من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي و من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي و من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي حتى الذي لا شيء عنده لا يريد أن يشتري شيئا من السوق و هذه تجارة الآخرة في رمضان قال الصوم جنة بمجرد دخوله يقي نفسه من الفتن ومن الشهوات كما يقي نفسه من عذاب النار والعياذ بالله إذن هذا هو المقصود أن نتعرف على ما أودع المقصود بالاستعداد الروحي أن نتعرف على ما أودع الله عز وجل في رمضان من أفضال ومنن ولطائف ورحمات وبركات وأن نتعرض لها ولو بالدخول في السوق ولو بالدخول بمجرد الدخول إذن نؤمل أنفسنا إلى لقاء رمضان ونتعرض بعد ذلك إلى هذه النفحات هناك آية في كتاب الله عز وجل لها معنى عميق لطيف يتناسب هذا السياق فحينما قال الله تبارك وتعالى في الموقف الذي يخاطب فيه من أسرف على نفسه بارتكاب المعاصي والآثام قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون هذه الكلمة وأسلموا له أي تعرضوا لهذه الرحمات أقبلوا على الله تبارك وتعالى بالتوبة وأسلموا أنفسكم له جل وعلا حينئذ سينعم عليكم بالمغفرة والتوبة و قبول الأعمال و مضاعفة أجورها و بالثواب و بالجنة و من أجل ذلك فإن أمر الاستعداد لرمضان ليس بالأمر الصعب العسير و لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتشوقون إلى لقاء رمضان و ما على العبد إلا أن يهجم بنفسه في رمضان و أن يتعرض لهذه النفحات و أن يتلمس مواضع مضاعفة الأجور في هذه التجارة الرابحة الرائجة التي وعد الله عز وجل من أحسن فيها و من سابق غيره فيها إلى النعيم المقيم هذا هو المقصود